وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع دولة الإمارات وجمهورية مصر والمملكة الأردنية التي تهدف لتعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية الشقيقة لمواصلة البناء على ما تحقق من نجاح ونمو على مدى السنوات الماضية في القطاع الصناعي تم استعراض اليوم أبرز مستجدات القطاع الصناعي وانضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة من خلال مؤتمر صحفي جمع مجموعة من رجال الأعمال والمختصين في هذا القطاع الشراكة هذه تتسق مع الأهداف الاستراتيجية التي تم وضعها لاستراتيجية قطاع الصناعة والتي تم إطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي بالإضافة إلى زيادة الصادرات وطنية المنشأ للقطاع وزيادة نسبة البحرنة في القطاع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تم توقيعها مؤخرا بالشراكة مع الإمارات والأردن ومصر تهدف إلى تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميا بالإضافة إلى المساهمة في تطوير قطاعات التصنيع لضمان مرونة سلاسل التوريد والإمداد بما يعزز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية على خارطة العالم طبعا نحن اليوم كغرفة بالعكس نشجع المشاركة اللي صاير بين أربع دول وأنا أشوف فرصة كبيرة حق قطاع الخاص خاصة في المبالغ اللي تكلموا عني اليوم لعشر مليار دولار كالشركات البحرينية يكون لهم فرصة في السوق وايد أكبر بهذه الشراكة من دول مثل أردن ومصر رائدين على مدى تسعين سنة سابقة في صناعة الأغذية أو المثلجات اللي نحن في نفس المجال فالخبرات اللي موجودة مثل المصدر واللقاء من ناحية المهندسين الأغذية من ناحية الخبرات ومن ناحية الرو ماتيريال ممكن تكون شراكة نوعية بيننا وبين مصر والأردن والإمارات نحن متفاعلين خير في هالنوع من الشراكة لأن الشركات البحرينية والشركات المصدرة وخصوصا في قطاع في تنافسية كبيرة مثل قطاع الألمنيوم نتأمل من هالنوع من هالشراكة أن يكون قوي فعال بشكل مباشر هذا التعاون بين الدول والنجاح الذي تحقق على أرض الواقع جاء تنفيذا لرؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم لبلوق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين حيث يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الواعدة التي تسعى المملكة لتنميتها ضمن خطط التعافي الاقتصادي ومن خلال استراتيجية متكاملة وطموحة جاء هذا المؤتمر الصحفي ليسلط الضوء حول انضمام مملكة البحرين لشراكة الصناعية التكاملية بين الثلاث دول وذلك لتنمية القطاعات الواعدة وخلق فرص وظيفية جديدة في الغطاع الخاص وذلك من باب حرص المملكة في تحقيق تنمية مستدامة بين الدول العربية والعالم طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين